محافظة صلاح الدين الموقع الجغرافي تتميز محافظة صلاح الدين بتعدد المحافظات التي تجاورها هذه هي محافظة صلاح الدين نشوفها تقع بالوسط وتحيط بها عدد كبير من المحافظات التضاريس رح نكتب يمهي سؤال بماذا تتميز تضاريس محافظة صلاح الدين تتميز تضاريس محافظة صلاح الدين بموقعها الفاصل ما بين المنطقة المتموجة شمالا ومنطقة السهل الرسوبي جنوبا وتنتشر فيها العديد من المظاهر التضاريسية إذن بماذا تتميز بأن لها موقع فاصل ما بين المنطقة المتموجة شمالا ومنطقة السهل الرسوبي جنوبا أقسام المظاهر التضاريسية فيها المنطقة المتموجة وهضبة الجزيرة وبحث آخر أولا المنطقة المتموجة تقع هذه المنطقة في الأقسام الشمالية وتعد تضاريسها امتداد لتضاريس المنطقة المتموجة التي تتمثل بتلال حمرين ومكحول. اثنين هضبة الجزيرة تقع هذه المنطقة في الأقسام الغربية من المحافظة وتمتد بين تلال حمرين ووادي الثرثاب ويتميز سطحها بالتموج البسيط في معظم أجزائهم. اثن المنطقة المتموجة في الأقسام الشمالية هضبة الجزيرة في الأقسام الغربية. اما السهل الرسوبي فيحتل الأقسام الجنوبية والجنوبية الغربية من المحافظة ويغلب عليه صفة الانبساط. المناخ تقع محافظة صلاح الدين وباقي أقسام مناطق العراق ضمن المنطقة شبه المدارية الحارة. الأمر الذي انعكس تأثيره على تحديث صفة المناخ السائد والذي يتمثل بالمناخ شبه الصحراوي. فراح نكون نسأل بماذا يتميز المناخ شبه الصحراوي. إذن وين تقع صلاح الدين في المناخ شبه الصحراوي؟ بماذا يتميز المناخ شبه الصحراوي؟ يتميز بشتاء منطر وصيف حار جاف. أما من حيث كمية الأمطار فتتباين كمياتها تبعى الاختلاف تضاريسها. تزداد شمالا تقل كلما اتجهنا جنوبا وتتراوح كمياتها ما بين 300 إلى 600 ملم أتر. طرق النقل والمواصلات تضم محافظة صلاح الدين نوعين من طرق النقل. أولا شبكة من الطرق الرئيسة التي تربطها بالمحافظات المجاورة من خلال طرق ذرية عديدة. ثنيا تضم المحافظة خطة لسكة الحديد يمتد بين بغداد صلاح الدين الموصل. إذن نوعين من طرق النقل موجودة فيها. الموارد المائية عدنا علل اقتصرت مصادر المياه على المياه السطحية والبحيرات الخزنية. الجواب بسبب مناخ المحافظة الذي عرفه بقلة أمطاره. يعني بما أنه مناخه وشبه صحراوي. فراح تكون الأمطار قليلة. فأكيد رح يعتمدون على المياه السطحية والبحيرات الخزنية. المياه السطحية وتتمثل بالآتي نهر دجلة نهر العظيم. دجلة يعد نهر دجلة الشريعان الحيوي للأنشطة الاقتصادية في المحافظة. نهر العظيم يجري في الأقسام الشاقية من المحافظة في قضاء طوز خرماته. أما المشاريع الأروائية فيعد منخفض الثرثار. هنا عدنا تعريف لمنخفض الثرثار. هو من أكبر المشاريع ويقع في الأقسام الجنوبية بين محافظتي صلاح الدين والأنبار. هذه مشاريع أروائية. منها منخفض الثرثار وهذا تعريفه. أما مشاريع السيطرة والخزن فبمن تتمثل في ست سام الراء. رح يكتب سؤال ما هو عمل ست سام الراء؟ ست سام الراء الواقع على نهر دجلة الذي يعد من أهم تلك المشاريع. يقوم بتحويل قسم من مياه نهر دجلة إلى منخفض الثرثار. للاستفادة منه في خزن المياه. وكذلك تغذية نهر الفرات خلال موسم الصيف عن طريق قناة الثرثار. هذا ما هو عمل ست سام الراء؟ سؤال مهم. النشاط الاقتصادي أيضا رح يتمثل بالزراعة والصناعة. زراعة عدنا تعليل علم تتميز المحافظة بتنوع النشاط الزراعي. جواب إحنا رح نكتبه بسبب مناخ المحافظة وتوافر التربة الخصبة. أهم المحاصيل التي تزرع فيها أولا المحاصيل الزراعية في مقدمتها محاصيل حبوب كالقمح والشعير. ثانيا الصناعية كالقطن زهرة الشمس بضلا عن زراعة العديد من أشجار الفواكه والحمضيات. الصناعة تتوافر في المحافظة أو تشتهر المحافظة بتوافر العديد من الصناعات أهمها. الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية التي تتمثل بمصنع سامراء الأدوية والعقائر الطبية. كما تشتهر المحافظة بصناعة التكرير افتضم أكبر مصفى للنفط في بيجي. نبذة تاريخية عن محافظة صلاح الدين يرتبط اسم المحافظة باسم فراغ القائد صلاح الدين الأيوبي إذا نريد نعرفه وهو القائد الذي حرر الدول العربية عدة من البلاد الإسلامية. أهم المدن التاريخية لمحافظة صلاح الدين هي مدينة تكريت ومدينة سامراء مدينة تكريت ورد ذكرها في العديد من المصادر التاريخية الآشورية والإسلامية والرومانية. وتكريت كلمة سريانية أصلها جاء من تجريت أي المتجر فرح يكون عندنا علل سميت باسم تجريت لأن أهلها كانوا يشتهرون بالتجارة والبيع والشراء كما ورد اسم تكريت في المصادر السريانية بصيغة تكريت. وأصبح الصلاح الدين محافظة عام 1976. مدينة سامراء تعريفها سميت مدينة سامراء باسماء عدة منها سامرة سومرة سر مراءة. علل سميت السامراء بهذه الاسماء. طبعا التعريف هو الهنا. هاي كلها تعريف بس أنا عندي بناتها علل. علل سميت السامراء بهذه الاسماء لجواب التعليل. بسبب بناء حصن سومير الذي كان مانعا لدخول الأعداء إلى هذه المدينة. إذا أريد أقرأ تعريف مدينة سامراء نقول سميت مدينة سامراء باسماء عدة منها سامرة سومرة وسر مراءة. وأيضا بسبب بناء حصن سومير الذي كان مانعا لدخول الأعداء إلى هذه المدينة. ومن كلمة سومير جاء اسم سامراء وبني هذا الحصن في الحقبة الساسانية ثم حرف هذا الاسم ليصبح فيما بعد بصيغة سرة مراء احنا رح نقسمها الى نقاط حتى يسهل حفظها هاي كانت النقطة الاولى ثانيا اثبتت التنقيبات الاثارية ان موقع سامراء كان اهلا بالسكان منذ عصور ما قبل التاريخ منها تل الصوان الذي يرجع تاريخه الى الالف السادس قبل الميلاد بالقرب من سامراء وقد كشف عنه علماء الاثار العراقيون وعثر فيه على ابنية تعد من اقدم الابنية التي استعمل في بناءها اللبن المقالب وعثر في الموقع على ابنية وتماثيل صغيرة من المرمر كما وجد فيها الفخار من النوع البسيط وايضا الفخار الملوث نقطة ثالثة اما مدينة السامراء الاسلامية فقد انتقلت عاصمة الخلافة العباسية هاي كل اللي جواها خطوط هاي تحفظوها فراغات كل شي انا ماشرة جوا خط تقلت عاصمة الخلافة العباسية اليها بعد العاصمة بغداد عام 220-221 هجرية خلال حكم الخليفة العباسي فراغ المعتصم بالله تبعه ابنه الواثغ غير ان الزهارة كان في زمن الخليفة المتوكد لم يطل مقام العباسين فيها كثيرا فقد تركها الخليفة المعتمد على الله الذي اعاد مقر الخلافة الى بغداد ثانية يوجد في سامراء الرغبة العسكرية حيث مرقد الامامين الهادي علي بن محمد بن علي بن موسى وابنه الحسن العسكري والحسن بن علي بن محمد عليهم السلام شكرا جزيلا